أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطل ما أوحي إليك من الكتاب وقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفعشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتيه أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقلوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تطلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لرتاب المبتلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن ننزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباتل وكفروا بالله أولئك هم القاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت رجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أردي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس دائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوي أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقه أو إياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ما أنفحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعاقدون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعبه وإن التار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم رو أنا جعلنا حرما آمنوا ويتخطفوا الناس من حولهم أففي البات ليؤمنون وابنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم متوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بدع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآفرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأعمروها أكثر مما أعمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا سوءا أن كذبوا بأعيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في رودة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محذرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تدهرون يخرجوا الحي من الميت ومخرجوا الميت من الحي يخرجوا الحي من الميت ويخرجوا الميت من الحي ويحني الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موتة ورحما إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف والسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فتله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته لكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعاقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهان عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملك تيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعاقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبتيل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شياعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مسل الناس تروا اندعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا ذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قد متيتيهم إذا هم يقنتون أولم رو أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله أولئك هم المفلحون وما آتيتم من بل يربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من مشركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لذيقهم بعد الذي يعملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله كان أكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يستعون من كفر فعليه كفره ومن أعمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فده إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليثيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتقوا من فده ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي نسر الرياح فتسر سحابا فتصير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء واجعله كسفا فتر الوضع يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى تار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم التعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهات العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقتكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو لعليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبستوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتن علم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعدبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبتلون كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاسفر إن وعد الله حق ولا يستقفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمعسنين الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة هم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفرحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليدل عن سبيل الله بغير علمه ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم نسمعها كأن في أذنيه وقرا أبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم فالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم ولقى السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأدرواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل تابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد فإذا قال لقمان لابنه وهو يعيذه يا ابني لا تشتك بالله إن الشركلة المنعودين ووصينا الإنسان بوالديه عملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تتعهما وصاحبهما في الدنيا معدوفا واتبعي سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم اتقال حبة من خردل فتكم في صفرة أو في السماوات أو في الأرض أتبها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر يسفر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعير ختك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مغدال فخور واقصد في مشقك وقدد من صوتك إن أنكر الأسواة لصوت الحمير ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات ما في الأرض وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباتنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعين ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مؤسن فقد استمسك بالعروة اللطا وإلى الله العاقبة الأمور وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يأزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوه إن الله عليم بذات الصدور نمطعهم قليلا ثم ندطرهم إلى عذاب غليد ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إلا هما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يموته من بعثه سبعة أبحر ما نفتت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل واستخرى الشمس القمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يتعون من دونه الباتل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلق تجريب البحر بنعمة الله لي ليكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل سبار شكور وإذا قشيهم موت كذل لدعوا الله مطلسين له الدين ولما نجاه من الباد فمنهم مقتصده وما يجحد بآياتنا إلا كل فتار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تقرنكم الحياة الدنيا ولا يقرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب ندى وما تدري نفس ماذا تكسب غضا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهددون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماوات إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره والبصرة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من تين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه نفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فقالوا أيتا تللنا في الأرض إنا رفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا واسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس لجمعين فاذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم اذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قروا صجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فتجافى جنوبهم عن المتاجع يدعون ربهم خوفا وتمعا ومما رزقناهم ينفقون ولا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستعون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أوعيتوا فيها وقيل لهم توقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولا نذيقنهم من العذاب لتنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا فكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفسر بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه اختلفون أولم نهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآية أفلا يسمعون إن في ذلك الآية أفلا يسمعون أولم رو أننا نسقوا الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به سرعا تأكل منه أنعامهم أنفسهم أفلا يبسرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم منتذر إنهم منتذرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تتعي الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفهم وما جعل أسواجكم التي تطاهرون منهم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أسواجكم التي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدياكم وأبناكم وما جعل أدياكم أبناكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ويهدي السبيل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل تدعوهم لآبائهم هو قسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم في إخوانكم في الدين وموالكم وليس عليكم جناح فيما خطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأسواجه أمهاتهم أولى الرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين المهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذا أخذنا من النبيين ميتاقهم ومنكم نوح وإبراهيم موسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميتاق غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ساقت لبصار وبلغت القلوب الحناجر والتاغذنون بالله الظنون إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ ساقت لبصار وبلغت القلوب الحناجر والتاغذنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا سلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله رسوله إذا غرور عم وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فارجعوه ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورا وما هي بعورا إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من قطارها ثم أسئل الفتنة لآتوها ما تلبصوا بها إلا سيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل ليولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت والقتل وإذا لا تنطعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعسمكم من الله أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين لإخوانهم هلما إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشيحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تطر أعينهم كالذي غشى عليه من الموت أشيحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تطر أعينهم كالذي غشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألزنة حتاث أشيحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الحزاب يوتوا لو أنهم باتوا في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كان فيكم ما قاتلوكم إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رؤى المؤمنون الحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله رسوله وصدق الله رسوله وما سادهم إلا إيمانا وتسقيما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قد رحبه ومنهم من ينتدر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين باستقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيثهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا قولتكم أرضهم وديارهم أموالكم أرضا لم تتعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأسوادك إن كنتنا تردنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن أو صدعكن سراحا جبيلا وإن كنتنا تردنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن كنتنا تردنا الله رسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكم أدرا عديما يا رساء النبي ميئة منكم بفاحشة مبيناتي ضعف لها العذاب بعفين وكان ذلك على الله سيرا فتق الله العظيم